أهلا بكم الأحكام العامة لمشروع الدستور الجديد تحدد في 18 فصلا بشكل إجمالي هوية المغرب فسياسيا يحدد الفصل الأول من مشروع الدستور أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية والجديد في هذا الفصل إضافة لفظة برلمانية في تعريف نظام الحكم دلالة على المكان التي أصبح يحتلها البرلمان في النظام السياسي الجديد الجديد أيضا في الفصل الأول لمشروع الدستور تنصيصه على الجهوية المتقدمة كأسلوب جديد للتنظيم اللامركزي للدولة باب الأحكام العام لم يغير شيئا على مستوى الانتماء الديني للمغرب ومكانة الديانة فحرفيا كما ورد في دستور العام 1996 ينص مشروع الدستور الجديد على أن الإسلام دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية الفصل المتعلق بالهوية اللغوية للمغرب جاء مفصلا فاللغة العربية تظل اللغة الرسمية للمغرب وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها وإلى جانب العربية ثمة الأمازيغية التي تم الارتقاء بها دستوريا إلى مستوى اللغة الرسمية على أن يحدد قانون تنظيمي مراحل وكيفيات إدماجها في الحياة العامة كلغة رسمية الفصل الخامس من الدستور نص أيضا على صيانة الحسانية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الثقافة المغربية الموحدة والنهوض بهذه التعددية ستكون من مهام المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وهو مؤسسة دستورية تحدث لهذه الغاية في باب الأحكام العامة نجد فصلا خاصا بمكانة المعارضة البرلمانية وهو عنصر جديد كليا في مشروع الوثيقة الجديدة فالفصل العاشر من الدستور يعدد 12 حقا ومهمة من المهمات الدستورية للمعارضة البرلمانية منها على الخصوص الحق في الولوج إلى الإعلام الرسمي والاستفادة من التمويل العمومي ووضع مقترحات القوانين ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع في مجلس النواب وغيرها مشاهدين باب الأحكام العامة أفرد ثلاثة فصول للمغارب المقيمين في الخارج من أهم مقتضياتها تمتعهم بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في اللوائح الانتخابية والدوائر المحلية الجهوية والوطنية وبنص مشروع الدستور سيتوجب على السلطات العمومية ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغارب المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة وهكذا بالرغم من أن باب الأحكام العامة جاء مطابقا للوثيقة الحالية من حيث عدد الفصول ثمانية عشر فصلا في الاثنين إلا أنه جاء مجددا من حيث مضمون الأحكام العامة لمشروع الدستور